السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراع إن شاء الله سوف نتحدث عن مرض العنكبوت الأحمر أو العناكب الحمراء التي تصيب المحاصيد الزراعية كذلك سوف نقوم بتعريف بهذا المرض وخطورته وكذلك كيفية المكافحة هذا المرض كما تلاحظون مع إخوان بالنسبة مرض العنكبوت أو العناكب الحمراء كذلك الصفراء وكذلك الثوداء فهي من أخطر الأمراض الحشرية التي تصيب المحاصيد الزراعية كيفما كان نوعها سواء الأشجار المثمرة وكذلك الخضروات وتقريبا جميع النباتات يمكنها الإصابة بهذا المرض الحشرية خاصة في فترة الصيف مع شفاع درجة الحرارة والله هذا المرض ينتشر في بعض المحاصيد الزراعية ويقوم بتدميرها وضعف الإنتاج كما تلاحظون إن شاء الله سوف نقوم برس بعد مبيدات لمكافحة هذا المرض الحشري بالنسبة مرض العنكبوت أو العناكب الحمراء يعتبر من الأمراض الحشرية الأكثر إطلافاً للمحاصيد الزراعية وخاصة في فصل الصيف مع شفاع درجة الحرارة وهي عبارة عن عناكب صغيرة الحزم تنسج خيوط على الأوراق وتتغذى على العصارة النباتية وتسبب فقدان اللون الأصلي للأوراق إلى لون أصفر باهت كذلك تسبب تساقط التمار وكذلك تلحق داراً كبير في المحاصيد الزراعية هناك عدة أنواع من العناكب وعلى العموم في المحاصيد الزراعية بالنسبة للمساعدين على العموم واحد نوعين العنكبوت الأحمر وعنكبوت الأصفر أكثر شيوعاً كما تلاحظون سوف نقوم برس المبيدات قبل الإصابة تبقى الوقاية خير من العلاج كذلك يمكننا مكافحة هذا المرض مع بداية ظهوري في المحصور الزراعي كذلك كذلك مع الإصابة بعد محاصيد الزراعي كذلك يمكننا رش تلات أنواع من المبيدات سوف أشارك معكم في آخر الحلقة كذلك فبالنسبة لعنكبوت الأحمر سوف نعطي أعراض هذا المرض فبالنسبة للمعرض الجوع سوف نتحدث عن كبوت الأحمر يتغدى على الأوراق العلوية وخاصة أوراق الفتينة كذلك نجد العنكبوت الأصفر تقريباً له نفس الأعراض نجد كذلك ينسو الشبكة العنكبوتية على الأوراق كذلك يؤدي إلى ضعف الأوراق والتساقط الدمار وكذلك انخفاض التركيب الضوئي كذلك موت الأخصان وانخفاض حجب التمار وصلافاتها في بعض المحاصيل الزراعية كذلك البنجة وكذلك البطيخ كذلك فبالنسبة للمرض من الأفضل رش بعد المبيدات المخصصة لهذا المرض الحجري الذي يصيب المحاصيل الزراعية سواء الطماطم سواء الخضروات كذلك حتى الأشجار المشمرة كالليمون كذلك القرعيات مثل البطيخ الأصفر السماد والخيار وخاصة النباتات والمحاصيل التي هي المعروفة عليها أوراقها خاشينة بالنسبة لطريقة المكافحة تبقى أفضل طريقة الوقعية أفضل منها العناج يجب عدل تعطيش المحصول الزراعي باتاتا إلى أن يصل مرحلة العطش كذلك يجب رش مبيدات خاصة في مرحلة ارتفاع دارة الحرارة أو تقسي مرتفع دارة الحرارة كذلك إزالة الأعشاب الدارة وخاصة الأعشاب الدارة لأنها تختبئ في تلك الأعشاب من الأفضل إزالة الأعشاب الدارة في المحصول الزراعي طريقة المكافحة من خلال استعمال مبيدات حترية ضد القرضيات بصفة عامة كذلك إزالة الأعشاب وكذلك الطرف المحصول يوجد ثلاث أنواع من المبيدات على حسب الأعراض بالنسبة للمحصول الزراعي يوجد نوع أول مبيد يقضي على جميع مراحل العناكب الكبيرة وكذلك البرائم الصغيرة أو اليراقات الصغيرة وكذلك يقضي على البيت بالنسبة للمبيد نجده كذلك يباع يمكننا إقشناءه بالنسبة للمبيد فهو مخصص في المرحلة على البيت واليراقات الصغيرة وليست الكبيرة لأن هذا المرض في بداية الظهوري في محصول الزراعي على حسب حجم الطائر في المحصول الزراعي كذلك نجد المبيد الثاني كذلك يمكننا إقشناءه كذلك مبيد يقضي على البيت واليراقات كذلك هذا المبيد كذلك متوفر يمكنك كذلك رشو على المحاصيل الزراعية كما تواحدون بالنسبة للطماطين كذلك المبيد الثالث كذلك يقضي فقط على اليراقات الكبيرة أو العناكب العناكب البارغة الحجم توجد ثلاثة أنواع من المبيدات الفطرية يجب التركيز عليها إخيار نوع المبيد على حسب الضرر هل هو في البداية أم في الدروة تكون البيض وظهور بعض اليراقات الصغيرة أو العناكب الطائرة الكبيرة والشباكة إذا رأيت بنسبة أعراض العنكبوت بصفة عامة إذا رأيت خيوط وشباكات راققة على الأوراق أو على الأخصان كيفما كان نوعها الأشجار بصفة عامة إذا رأيت خيوط المبيد في الدروة لهذا يجب استعمال مبيدين مبيد أول للقاعدة على العناكب البالغة واليراقات البالغة وكذلك يجب خلطها مبيد الثاني الذي يقضي على البيض لأن تلك اليراقات البالغة والعناكب البالغة سوف تكون بوضع البيض أسفل الأوراق لا نلاحظه بالعين المجردة لهذا من الأفضل طريقة للقاعدة على العناكب الحامرة أو الصفرة بصفة عامة أخط مبيدين وخلطيهم معا المبيد الذي يقضي على اليراقات الكبيرة والمبيد الذي يقضي على اليراقات البيض واليراقات اليافعة أفضل طريقة للقاعدة على العنكبوت الأحمر بالنسبة لطريقة الرش من الأفضل الرش بشكل أسبوعي من الأفضل أو كل خمسة أيام لتفادي او لتحقق نتائج جيدة بالنسبة للمبيدات الفاترية طريقة الرس من الأفضل الرس في المساء لأن العنكبوس المساء تتغذى على الأوراق وتنسط في تلك الأوقات لذا من الأفضل الرس المبيد كما تلاحظون عند المساء أو عند قصيرة من الغروب الشمس من الأفضل أفضل طريقة لرس المبيد المكابحة عن العنكبوس بالنسبة لطريقة الرس من الأفضل لأن هذه المواد مواد بيس المبيدات ومواد مبيدات سامة جدا من الأفضل وضع قناع على الأعين وكذلك على الأيدي لتجنب استنفاق هذه المواد لأنها تعتبر مواد سامة وعدم جني أن محصول بدأت لمدة تتراوح أكثر من خمسة عشرة يوم التي تجنب تسمهم بالنسبة للمحاصيل الزراعية أو تمام كما تلاحظون بالنسبة ل هذا المرض فهو مرض خطير حجري يكتر أو يتكاتر في فصل الصيف مع ارتفاع دارة الحرارة كذلك نحن مقولين عن فصل الصيف لهذا يجب هو الحضر من هذا المرض الحجري رش المبيدات الفطرية الحجرية عفوا بالنسبة ل هذا المرض قبل الإصابة كيفما كان المحصول الزراعي سواء الأشجار كذلك الخضرات وكذلك حتى النباتات المنزلية نلاحظ هذا المرض يصيب وكذلك ينتشر بشكل سريع جدا وينتقل بشكل سريع جدا في المحصول الزراعي وبتوفيق عفوا في حلقة أخرى حتى